قبل ما أبدأ ملخص الفيلم عاوز أفكركم ندعي لإخواتنا أن ربنا ينصرهم ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد مع بعض السواب الكبير جداً ده وبعد ما تسمعوا الملخص أتمنى أنكم ما تمسوش على طول اعملوا لي لايك للملخص واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات بس كده حضروا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ ملخص الفيلم في البداية بيظهر لنا واحد ومراته لأو طفل اسمه كيوفينغ قدام بيت ووقتها بيفرحوا جداً عشان هما ما كانوش بيجيبوا أطفال في نفس الوقت ده كانت في حرب شغالة بين مملكة سونجو ومملكة رياو بقيادة قائد شارس اسمه الختان وبتعد السنين وبيكبر كيوفينغ وبيتعلم الكلغ وفوم للرهبان في المعبد وبقى راجل قوي وشجاع في يوم من الأيام بنشوف كيوفينغ في شوية لصوص بيتردوه والتهم وبقتل رأيسهم لكنه قدر يهرب منهم ورمى نفسه في النهر وبعد ما بيطلع من النهر الناس الكبار في القرية هنو على شجعته وقوته وده خلاه يبقى رئيس جماعة كايبانج واللي كانت بتحمل فقراء وتساعد الناس بعدها الجماعة بعتت إشارة ان فيه راهب كيبير جاي يزورهم وكانوا مستنينوا في المقهى ولما بيدخل عليهم بيشوفوا معه قفص ولما واحد بيسأله ايه موجود في القفص بيعرفوا ان فيه طفل هيقدمه كقربان في اللحظة دي بيكون كيوفينغ قاعد وسامع الحوار فبيعمل تقنية من تقنيات اللي تعلمها في الكونغو فو وبيشيل الستر عن القفص في الوقت ده التفل بيفضل ينادي ويقول ان الرجل ده خاطف وهو ماشي في الطريق بعد ما كيوفينغ بيسمع الكلام ده بيروح يعود مع الراهب على نفس الترابيزة وبيطلب منه الرحمة وانه يسيب التفل يمشي لكن الراهب بيرد عليه وبيقول له ان التفل مش هيقش تاني وانه هيعمل اللي هو عايزه هيقدمه قربان وقتها بيعترت كيوفينغ على كلامه وبتقوم بينه بالرجال تقتال من الآخر بس طبعا كيوفينغ بيخلص عليهم كلهم وبعدها بتقوم ما بينه وما بين الراهب قتال قوي جدا وقتها كيوفينغ استخدم تقنيات الكونغوفو لتعلمها اللي هي استخدام صفقة الرياح ولما بيتصدم الراهب بيوقف كيوفينغ وبيمشي هو ورجالته وبعد ما بيوصل كيوفينغ والناس اللي معاه بيقابلوا أعضاء تانيين في العصابة وبنشوف هناك واحدة يسمعها كانغيمين وبتقول ان كيوفينغ هو اللي قاتل جوزها وانه من ناس للعدو وده خل الناس تبدأ تكرهه وقتها كيوفينغ بيحاول يثبت براءته بيعرفه من يدي مؤامرة وانه ما عملش كده بس طبعا كانغيمين بتصرع على كلامها وبتطلع رسالة جوزها كان كاتبها بيقول فيها لو حصل ليا حاجة يبقى كيوفينغ هو السبب فجأة بيجي زعيم القبيلة وبيحكي حكاية كيوفينغ وبيقول ان يمة ولد كان في حرب بينهم وبين قبيلة ياو وقتها تقتل أبو أمه في الحرب وأمه أبو الحاليين لو قدام البيت فاعتبروا ابن ليهم بس كل الموجودين بيفضلوا مصرين انه خاين فبيتنزل وقتها عن منصبه وبيمشي بس بتوقفه كانغيمين وبتقوله رايح فين هي مش بسهل كده ولازم تتعاقب وعقب الخاين الموت زي ما القانون بيقول والمساعد بتاعها بيوجه كلامه للمعلمين اللي عينوه في المنصب بتاعه وبيعرفهم انه هم كمان هيتعاقب وكل واحد فيهم هيتعن طعنة زي ما القانون بيقول وقتها بيقول كيوفينغ انه هيشيل العقاب مكانهم وبيطعن نفسه أربع طعنات وقبل ما يمشي بيقول انه ماشي مش عايز يأذي حد منهم علشان بيحبهم وانهم يديلوا فرصة يزبط برقته وبيمشي وبنروح هناك على قمة الجبل بيكون وقف القائد مورونجوفو ومعاك نين ستات وبيكون القائد فرحان جدا لان خطته كانت ماشية كويس وبيطلب من بنت اسمها أكو تروح معبد الشاولين عشان تسرق الكتاب المقدس وهناك عند كيوفينغ لما بيوصل عند بيته اول ما بيدخل بيت فاجئ ان ابو وامو مقتولين ولما بيقرب منهم علشان يودعهم بيدخل علي اتنين من القارية وبيتهموا بقتلهم وفي اللحظة دي بيحاول يقنعهم انه بريئ بس هم مش بيصدقوا فبيتعصب وبيرمي عليهم خنجر فبيجروا من قدامه بعدها بشوية بنشوف كيوفينغ بعد ما دفن أمه وأبوه وبيوعادهم انه هيجيب حقهم وبنروح في مكان تاني وبنشوف الرهب اللي تقتل مع كيوفينغ وبيكون هناك اخواته بيسألوا مين اللي عمل في كده بس هو بيرفو دي يتكلم وبيقول لهم ده شاب جدع وشام لحظتها بيتعصب وبيسيبه وبيمشي بعدها بشوية بيروح عنده كيوفينغ وبيطلب منه السماح وبيطلب منه يساعد ويظهر برقته لكنه لقى بيموت بين ايديه وبيدخل علي ولد وبيفضل يصرخ وبيتهمه بقتل الرهب كمان وبيبقى هناك اللكنين اللي شافوه قالوا انه هو قاتل أبو أمه في الوقت ده بيقدر كيوفينغ يهرب من وسطهم وبعدها وهو وقف بعيد بيشوف الولد اللي اتهمه التهمة دي فبينزل بسرعة وبيمسكه وبيفضل يهزي فيه وهو بيسأله ليه قلت علي كده وانا ما كنتش السبب في موت الراهب فبيقع منه الكتاب المقدس وبنعرف انه مجرد حرامي بس بعدها بيدخلوا عليهم كلهم وبيشوف نفس شكل الشاب واقف معاهم وبيكون مصدوم من الشبه الغريب اللي بينهم وعشان يخلص منهم بيعمل تقنية الرياح وبيرجعهم لورا كلهم وفي نفس الوقت الولد اللي معاه بترجع علي الرياح بالعكس وبيتخبط فبيقع من علي القناع وبنتفاجئ انها اكو اللي مورونجوفو كان طالب منها تجيب الكتاب بس هي بيغم عليها فبياخدها معا كيوفنغ وبيهرب بعدها كيوفنغ بيستخدم قوته الداخلية عشان يعالج اكو وبيرجعها للحياة بس بيعرفها انها لازم تتعالج عشان كل شوية هيحصل معها كده وانه هيوديها للمعالج بنفسه ولما بيسألها هي كانت لبس اقناع لي وعن سبب سرقتها الكتاب المقدس معاها بتعرفوا انها كانت هتاخد الكتاب تقرأ فيه وهترجعوا من تاني طبعا مش بيصدق كلامها وبيسيبها وبيروح ويرجع تاني جاب لها كعك وملابس جفة وبياخدها وبيمشوا علشان يوصلوا عند المعالج وهم في الطريق كل ما تتعب كان بينزل ويعالجها بنفسه وبعد شوية وقت بينزلوا عشان يرتاحوا من الطريق وهنا بترتاح اكو بتحكي له انها خادمة لعيلة مورونجة وانها اتامرت تسرق الكتاب عشان يطلقوا صراحة عشان تحاول توصل لاهلها اللي مش عارفهم فين وتعيش معاهم من تاني بعدها بتعرفوا ان حظها وحش عشان كانت خلاصها تبقى حرة لكن بقت دلوقتي مصابة ومش هتحقق اي حاجة كان نفسها فيها وقتها كيوفنغ وعدها انه هيلاقي اهلها وهيلاقي لها دواء للجرح اللي تسبب فيه بس بعدها بتتعب ولما بيحاول يرجعها للحياة مش بتنجح محاولته وفي مكان تاني المحاربين اجتموا علشان يناقشوا زي يلاقيوا كيوفنغ ويقتلوا علشان الخيانة اللي عملها والحاجة اللي حصلت فجأة بيدخل عليهم واحد من الحراس بيقول لهم ان كيوفنغ جالهم برجليه ولما بيطلعوا علشان يشوفوا بيكون معهم اكو شايلها وبيطلب من المعالج يلحقها ويعالجها بسرعة لانها ممكن تموت وقتها كلهم بيرفضوا طلبوا عشان هو خاين ولما المعالج رافض كيوفنغ قال للمعالج ان هدف المعالج هو انقاذ الناس سواء كانوا صحة او غلط كان غيمين سأل كيوفنغ اذا كان مستعد ياني حياته من اجل الاخرين ساعتها قال ان ما فيش مشكلة في تبادل الارواح لو كان الهدف نبيل في اللحظة دي بيوافق المعالج انه يعالجها مقابل روحه وبيوافق كيوفنغ وبياخدوا منه اكو وبيدخلوا للساحة بس طبعا هم بيكون ليهم عدد غريبة زي انهم يشربوا قبل المواجهة هنا كيوفنغ قال ان النبيز ده هو علامة الحكم وطلب منهم انهم يقتلوا لو كانوا شايفينه مزنب في الوقت ده المحاربين بما فيهم كان غيمين اتقدموا شربوا النبيز والقتل بدأ وطبعا كيوفنغ بيقدر عليهم كلهم لحد ما كيونغ مين بتخرج اكو وبتهددوا بيها وفي الوقت ده بيتيروا وبيوصل عندها وبيمسك كيانغ والمساعدة بتاعتها بالتقنيات اللي بيقدر يستخدمها ولما بيقرب منها عشان يتطمن عليها بيتعانوا المعالج من ظهره في اللحظة دي بتزعل جدا اكو انه كل ده حصل بسببها وبتعتزر منه وقتها هو بيفاهمها انه عنده استعداد يني حياته علشان خطرها لانها اكتر واحدة واثقة فيه ومقامنا انه مش خين في اللحظة دي عارفين المثل اللي قال لما العجل بيقع بتكتر سككينه وده اللي بيحصل مع كيوفنغ كلهم بيبدأوا يتعانوا فيل انه مش بيقدر يستخدم قوته عشان يتصف العصب لكن فجأة بيظهر شخص غامض وبينكس كيوفنغ وبياخده وبيمشي وكل الموجودين بيكونوا متفاجئين من اللي بيحصل بعدها كيونغ مين كانت هتقتلقاك ولكن المعالج منعها قبل ما تعمل كده وبياخد الشخص الغامض في كاف بعيد هناك بيبدأ شخص غامض وبدأ يعالك كيوفنغ وبيكون الشخص الغامض ده عنده قدرة عجيبة على العلاج وبعدها قال لي كيوفنغ انه عارف انه اتولد في ظروف صعبة وانه مش سهل انه يموت وبيكمل كلامه الشخص ده وبيقول لكيوفنغ انه انقاذه بسبب قوة الارادة اللي عنده وقتها كيوفنغ شكروا على المساعدة والشخص الغامض قال له ان الانتقام المتبادل هو القدر وانه مصير الانسان في عالم الفنون القتلية الكره والحب دايما بيكونوا سبب في كل حاجة بتحصل في العالم ده وبيقول كمان الشخص الغامض لكيوفنغ انه لازم يفهم ان الحب والظلم ما فيهمش حد بريء وان الحياة والموت زي بعض في النهاية بعدها كيوفنغ سأل الشخص الغامض عن اسمه والشخص ده قال له ان اسمه مش مهم لكن المهم ان كيوفنغ يعرف هو مين في نفس الوقت في فيت معالج اكو كانت بتحاول تصنع قناع وتتنكر فيه عشان تهرب من الحراس اللي كانوا بيدوروا عليها وبعد ما بتصنع القناع بتحرق الغرفة في الوقت ده الحراس بيمشوا وهي بتهرب بتقبل المعالج على السلالم في اللحظة دي بيستغرب انه شايف نفسه ولحظتها بتخلق القناع وبتطعن وبتمشي في مكان تاني ببيت مورنج فو بتوصل الاخبار ان اكو لسه عيشة وان كيوفنغ اكيد هيظهر وفعلا بيروح مورنج فو حاول يهاجم على كيوفنغ من الخلف لكن كيوفنغ قدر يتفادل هجوم ويرد عليه مورنج فو حاول يقنع كيوفنغ انه يتعاون معاه لكن كيوفنغ رفض مورنج فو قال لكيوفنغ ان اكو هربت وانه لازم يلاحقوا علشان يشوفها وفعلا كيوفنغ بيسمع كلامه جري وراه وفي مكان فيه كده بيسيبه وبيمشي وهو بيفضل مستنيها وعنده امل انها تيجي وفعلا بتيجي اكو على حصانه وبتنزل تجري عليه وبتحضنه وهم اللي كنين بيفضلوا يعياته وبيبقى واضح انهم بيحبوا بعض بيقفوا على التل وبيقولها انه مش فارق معاه يظهر برقته اهم حاجة ايش في سلام ولا حتى عارفه من قبيلة الختان ولا ساوة وهي كمان بتقوله انها عايزة تعيش معاه مش فارق معا حاجة تانية ولا حتى هتدور على اهلها وفي مشهد تاني بنشوف مساعد كريفتيف وهو بيركب معها العربية وبنفهم ان ما بينهم حاجة وهم اللي قاتلوا جزها ومن كلمه بنعرف ان الرجل اللي قاتل ام كيوفنغ وابوه في مركب في البحيرة وهو بيقولها كمان على عنوان لكن بعد ما المساعد بيمشي بنكتشف ان اللي كانت معاه في العربية دي اكو وعمل اقناع مش مرات النائب كيونغ مين بعد ما بيمشي بنتفاجئ انه متفق مع كيونغ مين انه يقول كده عشان يعرفه مين اللي قاتل ابو امه ولما بيروح عندها بيعرفها ان الخطة نكحة ان كده خلصه من كيوفنغ وهناك عند كيوفنغ وآكو بيكونوا اخدوا مركب ورايحين للرجل اللي مساعدوا قال عليه اللي بيكون اسمه ديوان وفي الطريق لديوان وبالرغم ان المناظر الطبعية كانت جميلة لكن ما كانش عارف يستمتع بالمناظر الطبعية دي عشان بيفكر في الانتقام وبعد ساعات بيوصلوا للمكان اللي رايحينه وبنشوف هناك في بنته وامها داخلين قتال مع بعض وده لان البنت عايزة تقتل ابوها النادل اللي سابهم سنين وجاي دلوقتي علشان يعيش معاهم وامها مش موافقة وده بقى هو ابوها وبيكون قائد كبير وهو هو نفس الراجل اللي كيوفنغ جاي علشان يخلص عليه ولما بيقرب من بنته بتهاجمه كانت هتفرتكه لكن بيطلع معلم وبيصد السف صوابعه والبنت بتقوله ما يشرفنيش انك تكون ابويا وبترمي سلسلة العيلة في البحيرة لكن من حصن حظة اكو بتقع السلسلة في المركبة اللي هي فيها واول ما بتشوفها بتتفاجئ انها نفس السلسلة اللي معاها وده معناه ان العيلة دي عقلتها ودي اختها والنادل ده يبقى باباها لكن اكو بتسكت وما بتتكلمش قدام كيوفنغ ان دول يبقوا عقلتها وبنرجع تاني عند البنت اللي بتحدف على باباها إبرة سمة ومش عارف ازاي وبقدر تقدر كيوفنغ بينقذ الموقف وبيلحق الراجل في اللحظة دي ابوها بيدربها بالقلم على وشها وبيجبها على الارض وبيطير وبيروح عند كيوفنغ وبينزل فعلا على مركبة كيوفنغ وبيشكروا انه انقص حياته وبعدها الراجل لما بيعرف ان اللي وايف قدامه ده يبقى الباطل كيوفنغ بيكون سعيد والمهم ان ديوان بيعزم كيوفنغ في بيته في نفس اليوم بالليل لما بيعرف ان هو نفس الراجل اللي جاي يخلص عليه وقتها كيوفنغ ما كانش عارف يتصرف ازاي وبيقرر انه ما يقتلوش دلوقتي ويستنى كمان وبعدين بنشوف ان ديوان بيتكلم مع مراته وبتبقى اكوافة تسمع كلامها وبتسمع امها بتقول لأبوها انهم كان عندهم بنتين بس في بنت تاهت منها والحد دلوقتي ما عرفتش فين مكانها ووقتها بيعتذر لمراته على بعد السنين دي كلها وبيكمل كلامه بيقول لها انا خلاص اتعلمت ومش هسيبكم تاني انتي وبنتي وهعيش علشانكم وكل اللي عايزه فرصة جديدة لكن مراته كانت لسه متضايقة منه وبتقول له زي ما بهدلتني بالبنات اتمنى انك تموت في اللحظة دي بتدخل البنت تاني عليهم وبيكون معها سيف علشان تخلص عليه بتكون فاكرة ان دي رغبة امها وهي كمان عايزة يموت لكن لما بتقول لها انها لسه بتحب وانها حاس انه بقى انسان جديد وتغير وهي عايزة تديله فرصة جديدة ولما بتخرج البنت فجأة بياخدوا بالهم ان اكوب تتصنت عليهم ولما بيشوفها بيعرف انها حبيبة كيوفينغ لما بيسألها انتي بتعملي ايه هنا بتعرفوا انها جات هنا عشان لقيت السلسلة بتاعت بنته فقررت ترجعها وقابل ما تمشي بتقول وخليك دايما جنب بنتك لحد ما تصلح حلاقتك بها هي وامراتك وحافظ عليهم لانهم شكلهم بيحبوك وقتها بيرد عليها بيقولها وانا كمان والله مش بيحب حد في الدنيا قدمهم اللي كنين وبعدها بتسيبه وبتمشي ولما بيجي الليل بتروح اكل مركبة عشان تقعد معك يوفينغ وبيكون وقتها هو بيشرب وبيعزم عليها تقعد تشرب معاه وهي بتشرب بتسأله انت ليه مردتش تقتل ديوان واخدت طرق ابوك وامك بالرغم انه كان قدامك في اللحظة دي بيرد عليها وبيقولها هقتله بس في الوقت المناسب وده عشان مراته وبنته ما يتصدموش ولانه عرفت ان ابنه يبقى صاحبي ولازم اسلم عليه الاول وبيقولها النهاردة بعد ما خلص على ديوان هنسافر ونبدأ حياة جديدة والتاني مرة بيحضنها وبعد ما يروح اندي ابني ديوان ما بيلحقش يفرح بزيارة صديقه لانه بيحدف عليه ابرة بتوقف العصب والنطق عنده يعني ما بيقدرش يتحرك ولا يتكلم وبيقوله ان اكتشفت ان بابك قتل اهله والنهاردة هقتله وبحكم الصداقة اللي ما بيننا بعد ما هقتله انا مش اهرب وهجيلك عشان تنتقم وتقتلني وبيسيبه يمشي لما بيرجع للمركب بيلاقيه هناك في انتظار وبيقوله عرفت انك جاي تقتلني فقلت اجيلك بنفسي ولما بيسألك يوفانغ انت اللي قتلت بابايا ومامتي من 30 سنة مش بينكر ديوان وبيقوله ده علشان كنت صغير والفلوس اغريتني عشان كده قتلتهم وبيفضل يقوله انه تغير وبيترجى يفتحه صفحة جديدة وينسوا الماضي لكن كيوفانغ من غير تفكير بيحطامه وبيضرب طاقة الرياح اللي كانت كافيلة انها تقضي على ديوان وده لدرجة انه بيعف المياه وقتها تشلق نعم نوشه وبنكتشف انها اكو في اللحظة دي بينوت كيوفانغ وراها وبيخرجها وبيعرف انها عملت كده عشان ديوان يبقى ابوها وبتقول انها كانت مستعدة فدي بحياتها وبعدها بيتجمعوا فيت ديوان بعد ما عرفوا ان البنت دي بنتهم من السلسلة بعد ما بقيت جسة وفي اللحظة دي ديوان بيقوله انه من 30 سنة ما كانش في الصين وكان في بعثة بره البلد وده معنى انه بريء ومقتلش اهل كيوفانغ بنكتشف انه مساعد كيوفانغ مين داحك على كيوفانغ علشان يقتله ولما كيوفانغ بيسمع الكلام ده بيكون في قمة الغضب والحصرة وبنشوفه هو بيتحرك على حصانه في طريقه للانتقام في الوقت ده مساعد كيوفانغ مين كان بيلمع السيف وبيلاقي الباب تكسر وكيوفانغ قدامه من كلامهم مع بعض المساعد بيقع في الكلام وبيبين انه خين وبيشتغل لصالح الختانيين الاشرار وفي اللحظة دي بتجي اختها اكو بتكسر الشباك وبتمسك كيوفانغ مين من شعرها وبتسأل كيوفانغ هي دي اللي تسببت في موت اختها بس طبعا كيوفانغ بيحاول يمنعها عشان ما تحطش ايديها في الدم ودائرة الانتقام في اللحظة دي بناكتشف ان كيوفانغ مين بتعمل كل ده عشان كانت بتحبه فقررت تنتقم لانه ما كانش بيعبرها ولا بياخد باله منها في اللحظة دي اختها اكو بتتعصب من طريقة كلامها وعشان دمها حامي بتجرح في وشها وقتها بيجري عليها كيوفانغ وبيبعدها عنها وبيكون خايف عليها علشان هي مريحة الحبايب في الوقت ده بتقرب كيوفانغ مين من المساعد الغريب انه بعد ما وشها الجميلة تشوه لسه بتقرب منه بس هو بيدفع بعيد عنه في اللحظة دي بيطير كيوفانغ على المساعد وبيضربه بقدم ولدرجة ان المساعد بيطير برا البيت وهو على الارض بيوصله الجنود وبيكون معهم قائدهم ولما مساعدة كيوفانغ مين بيرحب بيهم وبيقوله انه عمل كل المطلوب منه لكن قائدهم بيقوله انت خنتوا واطنك ومش هتخننا يعني وبيدي اشارة للرجالة يضربوا بالاسهم اللي معيهم بعدين بيطلقوا الاسهم على البيت اللي في كيوفانغ وكيونغ مين بتاخد اسهم كتير في جسمها وبكده بتكون مات التهية والمساعد بتاعتها يلا في 60 الف دهية بعدها كيوفانغ بيمسك عجلة من الحديد وبيخرجوا ليهم بسرعة وبيحارب بكل شجاعة وقوة ورغم ان عددهم كبير جدا والقطرة تغلي بالشجاعة بس هو بيكون اقوى منهم ويسابت في مكانه وما فيش حد بيقدر عليه وبيخلص عليهم في الوقت ده بيحس القائد انه هيخلص على جنوده فبيقرر ينزل بنفسه بيبتدي يسحب سيفه وبيساومه انه يكون معهم هيكسب باما هيتقتل لكن كيوفانغ بيرفض وبيفضل القتال في اللحظة دي اخت اكو بتدرب سهم مسامة من ناحية القائد لكن ما بيتأثرش ولا بيحصل له حاجة وفي نفس الوقت بيرمي سيف ناحيتها وبتكون وقتها على سطح البيت بتقع في البيت من قوة السيف بس الحصن حظها مش بتتصاب وبعدين الجنود بيهجموا عليها فبتبدأ ما بينهم قتال عنيف وقتها بيدخل عندها كيوفانغ وبيبدأ يجمع الاسهم اللي بتتدرب عليهم ولما بيحس انه اخت اكو ممكن تتأذي بيصرخ فيها علشان تهرب وبيطلب منها تمشي لكن هي بتكون عنيدة وبتصر تفضل جنبه علشان تسنده وبعدها بتديله سيف ابوها وبتقول انا معاك يا نجم ما ما تقلقش طول ما انا جنبك بيبتدوا يدخل عليهم بالعشرين جندي لكنه بيكون زي الاسد وما فيش حد قادر عليه وكمان اخت اكو كانت من الناحية التانية بتطلع سيفين وبتحارب هي كمان وما حدش قادر عليهم بعد ما بيخلص كيوفانغ على الرجالة بيدخل على مواجهة القائد بتاعهم واثناء المقاتلة بيكسر كيوفانغ سيف القائد وبصراحة القائد ده هفق قوي بعد اشتباك طويل بيطلع القائد على السطح وكيوفانغ وراه وقتها بيفضل القائد يجري وكيوفانغ وراه لحد ما بيوصلوا للغابة وهناك بيشوف اخواته في الجماعة كلهم ميتين ومتعلقين من رجلهم وبيبدأ وقتها يتكلم القائد وبيقول له شفت اللي ما بيسمعش كلامنا وبيعصينا بيكون مصيره ايه لحظتها كيوفانغ بيصرخ وبيتحول لشخص التاني الغضب مليء والانتقام وبيحدف القائد بتقنية الرياح القوية لكن القائد بيقدر انه يتفداها وبيحدفه كمان عليه تقنية الرياح على كيوفانغ ومن صعوبة الحادفة بيقع على الارض وقتها وبيفقد الوعي لما بيفقد الوعي بيرجع في لاشباك بتفكيره وبيفتكر كلام المدرب بتاعه وهو بيدربه وبيواصيه يركز وما يستسلمش فاخر وقت قبل ما القائد يقتله وبيفوق كيوفانغ وبيعمل زي سوبرمان وبيرفع القائد بيد واحدة وبيقول لنا مش شخص عادي انا بحب الخير وانت شرير ولازم ابعتك للجحيم وبيضربوا الضربة النهائية وبكل قوته بيخلص عليه في الوقت ده رجال الديوان ووالد اكو واختها بيوصلوا عنده بعد طبعا ما خلصوا على رجالة القائد مورونج وبيجوا يدعموهم بس طبعا بيكون هو خلص الحوار وخلص وما فيش حاجة تانية تتعمل تاني يوم الصبح بنشوف كيوفانغ وهو قاعد على قبر حبيبته اكو وبيفضل يتكلم معاها وبيقول لها انا كنت بحبك جدا ومش عارف عايش من غيرك بس انا حاسس انك دايما جنبي بعدها بنشوفه هو بيحقق حلمه اللي هو انه يروح يعيش في قرية ويقر عي اغنام ويزرع الاراضي ويعيش في سلام وبتكون اخت اكو دايما معاه في كل مكان بس طبعا عشان ده فيلم كوري في المشهد الاخير بنتفاجئ انه مكانش بيحلم يقر عي اغنام ويعيش في سلام وفعلا بيحقق حلمه بيقرر انه يسخر حياته وقوته لمحاربة الشر وبقى شبه الشخص الغامض اللي انقذه في اول الفيلم ولو وصلتم معايا لحد هنا فاكيد الملخص عجبكم وبعد عربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوا يا رب وتفرحوا كده زي ما هتفرحوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة واشوفكم على خير الملخص اللي جاي ان شاء الله سلام يا احلى واجمل ناس في الدنيا